طلب رئيس كتلة سارون النيابية حسن العقولي في مداخل له داخل مجلس النواب بإلغاء رواتب ومخصصات رفحاء وذلك لإنصاف الشعب العراقي والشهداء دقيقا لمبدأ العدالة بشكل عام والعدالة الاجتماعية واليوم القراءة الأولى المشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية وهم بالتأكيد أحق بذلك أتمنى على مجلس النواب إضافة فقرة إلغاء رواتب ومخصصات رفحاء هذا ظالم بحق الشعب العراقي وليس في حق الآن كثير من عايدين لرفحاء شهريا يحصلون على أكثر من 20 ألف دولار خارج العراق وهم غير موجودين ونسبة كبيرة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة كل أبناء الشعب العراقي نطالب بإلغاء رواتب ومخصصات رفحاء وهذا صلب عمل مجلس النواب وشكرا